السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاكم يا صحابي اليوم سنتحدث عن حرف الدال حرف الدال يتكتب كده حرف الدال يتكتب كده على شكل كرسي هذا حرف الدال حرف الدال يتكتب كده يتكتب في اول الكلام وحيانا يتكتب في اخر الكلام اللي هي يكون كده بنفس شكله العادي بغير اي اضافة اما الطريقة التانية فهي انه يكون قبليه خط كده بيكون جاي من الحرف اللي قبليه عشان يشبك حرف الدال بالحرف اللي بعدين حرف الدال امدا عمره ما بيتشبك بالحرف اللي بعدين يعني ممكن يتشبك قبل اللي قبليه لكن الحرف اللي بعدين عمره ما يتشبك بيه لو بعدي للدال الحرف فالدال بتكتب كده عادي وبينثير مسافة صغيرة وبنتكتب بعيد الكلمة لكن الدال ما بيتشبكش خالص في الحرف اللي بعدين عندنا مثل زي كلمة دواء دواء دال فتحة التنطق ده دواء وزي ما قالت لكم الواو اهيه لو حرف تاني غير الدال كان زمانه بيتشبك بالواو لكن عشان ده حرف دال مش بيتشبك باللي بعدين فهي ما تشبكش بحرف الواو عندنا زي كلمة دوش دوش بيتكون من الحرفين بس دال وشيل الدال عليها ضمة فتحة نطق دو زي كلمة مهندس مهندس الدال تحتها قصرة فتحة نطق دي دي مهندس مهندس دنا كلمة هدهد الدال عليها سكون فبتتنطق هدهد هدهد دنا كلمة زي كلمة صندوق الدال عليها ضمة فبتتنطق صندوق الدال بتتنطق دو صندوق اسئلة على الدرس ده دوا فمكتوب هنا بقية الكلمة بس منسى الحرف اللي هو حرف الدال عشان تبقى دوا عندنا هنا ده مهندس برضو فاضل له حرف ويبقى كلمة مهندس الحرف هو حرف الدال كده يكون خلص الدرس اتمنى ان يكون سهل فالصح